موسيقى عن الطاقة وشايف انه رفع الدعم عن الطاقة هو المؤثر والاكثر تأثيرا في ارتفاع الاسعار في شتاء المجالكس المواطن المصري دايما شايف انه الدعم هو حياته هو روحه هو اللي بيخليه قادر على انه يعرف يعيش قادر على انه يقدر يوفي طلباته واحتياجاته واغراضه ولكن اصوات كتير بتتكلم في ان رفع الدعم هو من مصلحة المواطن معظم او خلينا نقول بعض المواطنين المصريين مش فاهمين يعني ايه ان انت لما تشيل مني فلوس ده المصلحة فكرة الدعم النقدي والدعم العيني هل المواطن بقبلها ولا لا هل المواطن في الوقت الحالي مستعد للدرجة الاخيرة من رفع الدعم عن الطاقة هل ده هيأثر بشكل اكثر على السلع الغذائية وعلى شتى مناحي الحياة في مصر خلينا ندخل في الموضوع مع اهل الخبرة في هذا المجال وبساعدنا يكون معانا دكتور محمد سعد رئيس جمعية مستثمري الغاز وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات اهلا بك معانا يا دكتور اهلا بك كفا دكتور محمد خلينا في البداية اعرف منك مفهومك عن كلمة الدعم بصي حقيقتك كلمة الدعم ديت بيتقال لما يكون فيه حد عنده قصور في حاجة وياخد دعم من جهة تانية عشان تعينه على اداء الحياة بتاعته اساسا نشر الدعم ده ما كانش عشان ندعم المواطنين في الوقت الحالي كان موجود ايام الحروب لما كان فيه حرب فبيبقى فيه سلعة تامونية عشان بتبقى مرحوها فبيدعمه الحكومة بتدعم الحاجات دي عشان تديها للناس البسطاء يشتغلوا بيها اها فالحكومة ده مش حقيق دستوري؟ هم؟ ده مش حقيق دستوري؟ لا مش حقيق دستور طبعا ليه الناس شايف ان هو حقيق دستوري؟ لا ده كلام مش صح في ناحية حقيق دستوري ده ده لمواجهة اعباء للناس محدود الدخل ان احنا بنوفر لهم سلعة بيكون سعرها زايد وده تبناها للعهد الاشتراكي لان كان مفيش حاجة في الوقت ده غير المواطنين الدولة هي كل حاجة فهي اللي بتوفر الاكل والشرب والوظائف وكل حاجة ومفيش حاجة اسمها قطاع خاص ولا رأس المالية تشتغل فكان يصلح فيها الدعم ده لان انت مجيب سلعة وتديها للناس بسعر محدد وانت تدوم مرتب اقليل خلاص مفيش مشكلة انت موفروا كل حاجة للناس لكن احنا خرجنا من النظام ده ورأسنا عالسل بنشتغل الوقتي برأس مالي وسبنا منظومة الدعم منظومة الدعم بتقني الدولة بتشتري حاجة تمانها 100 جنيه وتديها لك 30 جنيه او 20 جنيه عشان انت مش قادرة تشتريها بالسرر 100 جنيه الفرق ده بيروح فين الدولة بتتحملوا السؤال هنا لو هي الكلام ده صح ورايح للمواطنين الغلابه فعلا شابوه ده صح من الميت ولكن الواقع الحالي ما بيحصلش الرجل الغالبان ده ما بياخدش حقه ما بياخدش الدعم الدعم ده بيروح لشوية ناس وسطاء وتجار وهما اللي بيستخدموا بطنورة بالزبط وبيستغلوا كلمة الدعم احنا الحال بتاعنا ما بنقولش نشيل الدعم انا عمري ما قلت نشيل الدعم لان انا عارف اني مواطن محدود داخل تغلى عليه الحاجة يقدر جيبها منين هتغلىها من هنا الديني مقابلها ملوش مخرج الديني مقابلها في اجريتي صحيح يعني انت النهاردة انا راجل موظف او اللي هتشيله داخل تغولي داخلي 1500 جنيه في الشهر او 1000 واحد الادنى يعني يبقى انا عايش بيهم في ظل الاسعار الحالية لما تجي انت ترفع السلعة اجيبها منين يبقى لازم انت تعوضني وتديني المقابل بتاعها في مرتب بل الحكوم بتعملش كتير احنا بيقول لحكومة عملي ايه لما تشيلت ترفع الدعم ده من السلع لو سمحتي واجهين للناس نقدم في اديهم يعني انديك مثال النهاردة احنا عندنا في البوتاجاز الامور بتكلف الحكومة 120 جنيه نهاردة النهاردة 120 جنيه طيب المواطن بياخدها في هام ب30 جنيه المفروض لسعاراتها كلنا بياخدها ب35 جنيه دي مش مشكلة الفرق ده الحكومة متحملها طيب احنا برويتنا ايه بنقول لهم ان البوتاجازة بيروح للغلبان والغني ولأي حد بتدرسي حكومه كل حاجة طيب ما ينفعش يعني في واحد بياخد لمصنعه 100 ستوانة كل يوم او لامنته الطب بتاعته لو هو واخد 80 جنيه دعم في المتر ستوانة يوميا يعني انت بتكلمي في 8000 جنيه في الشهر قد ايه 38 في 30 ده خنى في 40 ألف جنيه دا كارس اه بـ 240 ألف جنيه الراجل ده ياخد ده على 240 ألف جنيه وراجل الغلبان اللي بياخد ستوانة في الشهر بتقوم بـ 80 جنيه هو ده عدل ده مش منطق ابدا انما الصح ايه احنا هنبيع المتجاز بسعره بس قبل بعمل كده واقوله اشتريها بـ 120 جنيه اقوله انت كنت اشتريها بـ 30 جنيه لك 90 جنيه عندي فضل اقرى من عندي 90 جنيه كل شهر مقابل اللي انت هتاخده تروح اشتري السونا بتاعتك لا بمعنى ايه من تاني يعني انا كنت بدعم الكمية كلها يعني اللي رايح لأمينة الطوب ده هكومه دعماه ليه لانه سعره في السوق محدش يفرق بين اللي ياخد ده وما ياخد ده صحيح طيب انا النهاردة مفروض ما دعمش السلعة بقى ادعم ايه ادعم الشخص اللي هو الراجل المحدود داخل ادعمه اديله فلوس في ايده هو اللي هو الفرق ده وكل لو الفرق يزيد اديله بس هنقدر لاستهلاك ازاي فانتا ما هو ده بقى الكلام بقى اللي بقى علينا نقدر لاستهلاك ازاي ده كلام كويس قوي احنا عندنا متوسط للناس خلاص نحطوله فوق المتوسط بسنة يعني لو قلنا مثلا المواطن العادي اللي بياخده في بيته وحاكته كده بياخد استوانة كل شهر نقول له استوانة ونص عشان ما نخنقوش برد عشان ما نخنقوش برد هو ياخد استوانة يبيع النص يعني هياخد فرق الاستوانة ونص 120 جنيه مثلا يجيب استوانة بفرق 80 جنيه وال40 جنيه الحطف يجيبه معنىش مشكلة لكن هنا العدالة انت تدتي له ما تددش للسرعة يعني هديك بسأل رغيف العيش الحكومة النهاردة مدعمها هو ببقى بخمس ساغ وهي مدعمها بخمسين قرش يعني ثمن وخمس وخمسين قرش طيب مين اللي بياخد الفرق ده الحكومة كل رغيف بيطلع هي دفع ده خمسين قرش صحيح بروح لمين المواطن الغلبان بيبرحلوش حاجة مواطن الغلبان بياخد العدد الرغيفة بتاعته بيروح للفرن بيضرب الكارت بتاعه بياخد عشرين الرغيف مثلا ويمشي والفرن يضرب له ثلاثين ربعين رغيفة تانية أو خمسين رغيفة تانية طيب يا دكتور حكا تحدد الغلبان بناء على الحد الأدنى للأجور يا ستي لأ أنا مش عايز أحدد الغلبان خالص أنا نهدي الشعب كله وأنا عايز أوصل لنقطة مهمة جدا الناس مش قادرة تفهمهم احنا نهدي لكل المواطنين المصريين عن رقم قومي ما حضرتك لو اديت للشعب كله انت كده بتدي القادر برضو أيوة ما انت بشو اختي بالك بقى أنا هدي الشعب كله غني وفقير أنا ما أعمل كده برقم قومي بقى أنا عملت إيه شلت كل الأجانب اللي في مصر أدى عشر مية طورة الحاجة تانية بقى أنا بدي للمواطن على بتاعته فيه ناس بتاخد للمزارع وللمصانع وللشركات ده حاجة مكبير جدا أكمل كلامي أكمل كلامي الرقم قومي الرقم قومي بحث البطاقة تمومية نا انسي تمومي خالص أنا بتكلم معاك على رقم قومي اللي هو مسك كل واحد في مصر جميل كده الأجانب خرجوا فعل الأجانب خرجوا ومش الأجانب بس كل الشركات والمصالح والكفتريات والمطاعم كل ده خرج كله خرج خلاص أنا بدي الشخص ماليش دعو بقى كل ده خرج بره يبقى من أول خطة كده انت هتطياري على الأقل خالص 40% من استهلاك طيب وهنوسكت بقى مش هنوسكت نيجع السفل في مئة تنين وهنمسك بقى الناس كلها محتاجة دعم أقولوا والله اللي محتاجة الدعم هيقدم طلب عشان نصرف الدعم والطلب ده مكتوب فيه انه هو بيصرف كده بس مش عادي من داخل كده ما صرفه كده في الدخل يعني لا مش مش عادي من داخل ها ما بكلش في الدخل خالص ما بيصرف كم بمعنى ايه انفاكه يعني بيدفع كهربة قديه بيدفع إيجار قديه بيدفع تلفون قديه هنتأكد بالمصداقية هزيان ما كلها واضح ايه الكهربة لها فطورة الإصالات ها الكهربة لها فطورة واللي جار له فطورة كل حاجات دي ها فلو واحد بيدفع كهربة 1500 جنيه في الشهر يبقى داخله كم اكتر طبا لو واحد بيدفع تلفون 1000 جنيه في الشهر يبقى داخله كم لو واحد بمؤدي ولاده بيدارس أجنبية بيدوهم 200000 جنيه في السنة يبقى داخله كم هي مقاييس بقى تخطيها كده كل دول اللي عنده سجل تجاري كل دي يطلع بره هتلاقيها صفصفة على 30-25% من الشعب كله سيفاني بحاجة بتتكلم في سيستم ومنظومة هتتكلف كتير ما تتكلمش حاجة أخر تتكلم في ايه أخير ما أنا هقول لك اهو احنا اللي بنعمله ازاي بنفكر مع بعض احنا هكوين عندي رقم قومي قاعد بيانات خلاص انا مش كل الناس دي بتاكل وبتشرب وبتاخد مغرفة الدعم اكيد وبتصيروا المواد المدعومة وانا دفعت امنها بس فيهم بقى اللي بياخد منها كمية كبيرة بيشتغلها في التجارة واللي بياخد العيش اكلوا للحيوانات والفراخ ودخلوا في فصاني العلف واللي بيسرق كل ده واللي بيهرب موجود كل ده هيتطع برا ليه انا بدي على الرقم بديله الدعم بتاعه خلاص كل حاجة متاح يبقى انت كده قدرت تتخرجي الدولة من المشكلة اللي فيها وساعتها بقى لا يحصل ازمة لا في عيش ولا في بيترول ولا في ليه انت عاوز تشتري مثلا مية الف لتر بنزين اشتري ما هو انتوا يدفع تمنه وانا هجيبه لك بس دكتور محمد يعني احنا بنتكلم في فكرة تبديل النقد العيني بالنقد الدعم العيني بالدعم النقدي بقى لما سنوات طويلة او دون تنفيذ ما هو مشكلة الحكومة عندنا كل تفكيرهم بقول ما عنديش قاعد بيانات اه ادي لمين وماديش لمين انا قلت لهم الحل عندك قاعد بيانات ايه هي رقم القاومي ايه دي رقم القاومي ام اول فيز اول مرحلة غنو فقير تديله هتطلع الاجانب وتطلع الاشراكات الاعتبارية دولة اربعين فنبئة على طول برا اللعبة من اول يوم بعد كده نمسك بقى الرقم القاومي اللي هو ستيف المائة تنين دول نصنفهم بقى مين اللي ياخد مين اللي مياخدش اي واحد بيصرف 10 تلاف جنيه بيصرف ده غالبية ياخد دعم طيب سؤال فقل 10 تلاف جنيه مياخدش سؤال اتحدادك بتقول ان الحكومة بتدعم ب60 جنيه على سبيل المثال في الانبوبة والمواطن بيدفع 35 او 35 ده في السعر الحالي لكن كمان سنة اتنين تلاتة المواطن هيفضل بياخد نفس الدعم مع ارتفاع لا لا الاسعار الاسعار الدعم ده متحرك خلاص اللي يقول عليه الاسعار زادت هنزوده اسعار قلت نقلله احنا ناخد نخياس النهاردة ونقف نشغع قاعدة ونشغع خط أحمل نشغع النهاردة الدعم ده الانبوبة بتجازل النهاردة احنا محطط لها 120 جنيه لو بقت بكرة 140 جنيه ندوله 20 جنيه طب لو حد من المواطنين قد على حضرتك دلوقتي وقال لك ما هي الحكومة ساعات بتبقى الاسعار بتغلى وبيقولولنا دي فترة والاسعار هتنزل تاني والاسعار ما بتنزلش صح هو عنده حق قوليه ليه ما هو هنا فيه نقطة الناس مش فهمها وما حدش مدركها الفكرة ما فيها الاسعار لما بتنطلع بتطلع لسه ما وصلتش لحد الاعلى بتاعها يعني ايه انت النهاردة اموبته ببتجاز 820 جنيه هتديك المسال الحي بقى بيدوها بتاعتين جنيه لو هم رفعقها لخمسين جنيه لسه ما وصلتش لحد الاقص برضو مدعمة امتى هنقول للناس ان انت لما الاسعار تنزل لما يبقى السقر بتاعها غير مدعم يعني ايه غير مدعم يعني انت وصلت للسقف يعني لتر البنزين من النهاردة بستة جنيه اها احنا كنا نتبقى بجنيه يعني مدعم بخمسة رفعوا شالوا شفاء بالدعم بقى بتاعها تجنيه ونص خلاص لسه اثنين ونص لما ينزل من بره من ستة جنيه لخمسة جنيه ما انت مدعمة لسه يبقى خفض الدعم للحكومة مش لك وده اللي المواطن مش قادر يستوعي ما هوش فاهم وحب يشرحوا لهم اه لكن السلعة التانية اللي هي غير مدعمة تحس بيها على طول تقل تقل معاك ليه كده لان انت النهاردة لو سلعة مدعمة وقلت بره واحدة هيبعالك غالية مش هتاخدية هيجي واحد تاني يجيهم بره وبعالك رخيص طيب الناس اللي من دول حط قديها على قلبها ال ايه الناس حط قديها على قلبها اليومين دول من المرحلة الاخيرة من رفع الدعم عن الطاقة كويس وبيقولوا ان دي لو حصلتها تبقى يعني القشة اللي هتقطم دهر البعيد ده يبقى الارتفاع الجنوني ما وصح ليه بقى ليه لان احنا ان شاء الله وده انا دعيت الحكومة لكلام ده وكذا مرة قلت لهم يا جماعة قبل ما نرفع الاسعار لازم نعوض الناس اللي هي ماشي قادرة فزا كان قبل كده حصل ان هم رفعوا الاسعار وعوضوهم في الضمان الاجتماعي والتكافل والبطاقة والكلام ده ده مش عملي المفترض ان هتنا ما جارفع مقادة كده والتماتيك على طول وده اللي ان الحكومة نوعية تتحول لدعم العيني يعني هم بدأوا بشوية حاجات صغيرة لقتي لكن هحاولوا بقى انه كل واحد بياخد خمسين جنيه في البطاقة وكلب ده يعني كده للبطاقة دعم مش البطاقة بقى ما هو هنا بقى المفروض ان هو يجي لما يرفع الدعم يدي للناس دعم نائدي مقابلها الناس اللي غلاغوا بطاقة دولة يستفيدوا ما يدروش واللي يدفع الغني واللي يدفع المستغلي النهاردة التجار والمستغلي النهاردة هم اللي يدفعوا يعني لو واحد زي ما بقولك عنده مصدع وبياخد له خمسين عربية بيروح موينهم بدعمهم مدعمين ما فيش فرق السفير الامريكاني ببعد عربتهم مدعمة هاد عم السفير الامريكاني طيب دكتور يعني شؤال السؤال اللي انا بكلم في بقى وانسي ان احنا هنعمل الكلام ده قلت هندي الرقم مقاومي للفرق ده ساعتها الناس دي كلها هي تدفع والغلبان هياخد وما تغرمش حاجة طيب سؤال قد يبدو سازجا لكن هو لي مغزة اخر انا مثلا هنا بشتغل في التلفزيون بقبض من التلفزيون حضرتك رجل اعمال في نجار في طالب الناس دي النقد الدعم النقد هيوصل لهم ازاي قلنا على رقم قاومي على الرقم قاومي يقبضون منين من الرقم القاومي بتاعه هو النهاردة الرقم القاومي ده من مكاتب البريد يعني مثلا من اي حتة ها بالرقم القاومي بتاعه يعني الموظف هيروح له على قبضه اه وما بيشتغلش ياخده من مكتب بريد مثلا بالرقم القاومي ياخده انا هو اسألك سؤال صغاية ها هو النهاردة مش انت عندك تلفون بيجيلك ايه الفاتورة بتيجي ازاي بالتفاصيل وكل حاجة الشركة اللي عندها التلفونات دي عندها سبعين مليون خط صحيح بترقبهم ازاي وتقولك انت كلمت في الدقيقة الفلانية قد كده وعملت مع التلفون الفلاني واعمل لي فهم ومسجلات المفلم ده مكرفة عالي جدا ايه ده مت واحد في الشركة هم اللي بينهم كان ده كله اه انا بقى عندي اتنين وخمسين مليون رقم قاوم ما اقدرش انا كدولة اعمل كنترول على اتنين وخمسين دولت واقول انت رحت فين وجيت منين وكلمت منين وتاخد حقك ومتاخد شي تبوليا عندو ايامام ام قاومじゃない انا انا او اسرا انا بد了 اسرا مش ا mình بدي ال اليام بدي اسرا اه تمام رقم قاومتها الاسرا من اقول لك الاتنين وخمسين مليون رقم قاوم 2002 متوسط الاسرة اربعة يبقى انا عندي اتناشر مليون رقم قاوم اللي هديهم انت différent الاسر بتقولي الفكره بتفاصيلها ما انا أقول Society من اقولكisy سترخي امنتها الدقة اه اتناشر مليون الاسرة لو وديت لكل واحد الف جديد في الشهر في 12 مليون في 12 شهر ب144 مليار الدعم للحكوم تلقى بإيه 370 مليار في السنة شير 140 مليار يتبقى لك 220 مليار 220 مليار مش ياخدهم والناس هتفرح هكم الكلام مش ياخدهم 220 مليار دولت هود منهم 100 مليار للتعليم و100 مليار للصح عشان المواطن الغالبان ده يروح يتعالج ببلاش ويتعلم ببلاش تعليم صح وصحة صح طب الالف جنيه اللي خدهم دولت راحوا فين هنقول العش زاد 100 جنيه ولا 200 جنيه والمواصطة زاد 200 جنيه وكل الحاجات ديت ما بيكملوش لبنهم 100 جنيه للمواطن الغالباء ما يكملش لبنهم 100 جنيه لكن مين اللي هيتدبح بقى اللي كان بيستفيد بقى 20,000 و 30,000 جنيه بالدعم هو ده اللي هيدفع الالف جنيه بالنسبة له ولا حاجة طيب نظرا لإن احنا فقرتنا خلاص انتهت هكتقول لي في جملة ايه العائق أمام تنفيذ الحاجة بتقول ما فيش عائق غير التفكير الصح هو خرار أو التطبيق الصح آه التطبيق سهل آه ما أنا ادربتلك مثلا إن شركة التلفونات ديت بتعمل نفس الحكاية على 70 مليون خط صحيح من غير حاجة أنا مش قادر أعمل الكلام ده صحيح والله بنتمنى يعني لإن كل ده في الآخر هيصب في مصلحتنا في النهاية أنت مواطن محدود الداخل ده هيعيش بكرامة هياخد ألف جنيه وهيروح يخش يشتري لو عايزه صحيح ودخله يزيد أنا مش قادر أفهم إنت دفع دفع ما تدفع للراجل ليه عمالت دخل نفسك في المتاهات في السلعة والسلعة يخدها ده من تحت السل وده يغير في الورقة وده يزور وده يبيع وده خدم وعمل لي أجهزة رقابة قد كده طبع عارف لو عملت اللي أنا بقولها ده لا عايزة جهاز رقابة ولا مباحث ولا يحصل أزمة إطلاقا دكتور محمد سعدي طبعا أنا بشكرك على المعلومات القيمة اللي بناخدها من حضرتك في كل حلقة شكرا لك كان معنا الدكتور محمد سعد رئيس جمعية مستثمير الغاز وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وبشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة ساعة ونص كاملة على الهواء مباشرة هنشوفكم بكرا إن شاء الله وتسبحها لخير